أربع أنماط شخصيات في حادنا أربع أنماط للتربية للتربية ها هي الشخصية دي اللي بتربي يسا حلو كده وصلنا الآخر نمط اللي هو الشخصية أو النمط المسؤول إيه النمط المسؤول ده؟ النمط المسؤول ده اللي هو اسمه بيدل عليه هو مسؤول يعني هو بيقوم بدوره كأب أو هي بتقوم بدورها كأم فاتحين مساحة أمان ومساحة حوار ونقاش بينهم وبين الولاد مدي يمساحة ان الولاد تعبر عن رأيها فيه مساحة من المشاركة مساحة من المشاركة والمقصود بيها مش ان هم الولاد بيشاركوهم لا هم اللي بيشاركوا ولادهم في الحاجات اللي هم بيحبوها يعني بينزلوا المستوىهم يعني على سبيل المسال كل اسبوع أو كل اسبوعين لازم أدخل أفلام كارتون أنا وولادي ففيه مساحة من المشاركة ده النمط المسؤول اللي بدي مساحة من الأمان والحب والكهر والرعاية والاحتواء لولاده فبالتالي بيخرج شخصية طفل أقرب للسواء النفسي تمام وفي حتة النمط اللي هو التجاهل ده التجاهلي ده اللي كل حاجة تناش تناش لقينا في الآخر يا إبراهيم قالت له هاتلي ورد يا إبراهيم ولا يا إبراهيم ما قالت له هاتلي ورد يا إبراهيم ليه بقى ليه بقى عشان ما خدتش اللي هيكت ما استنعه يا صغير لأنه هو طول وقت مطمنش الحتة دي ما بيهتمش بالحتة العاطفية الرومانسية اه تتتعلي هي كزوجة يعني ايوه هي كزوجة ما قالوا بيتجاهل ولده بيتجاهل مراته بيتجاهل أهله أكيد ده له أسباب